الأعياد كمان بتكون فرصة علشان نقدم الدعم أو ندعم بعض علشان كده بؤسسة حياة كريمة واللي بتمارس هذا الدور دائما في بيانها قالت انها تستكمل فعاليات مبادرة من إنسان لإنسان في عيد الأضحى المتطوعين في هذه المبادرة بيزوروا دور الأيتام بيشاركوا الأطفال فرحة العيد بينظموا حفلات بيوزعوا هدايا بيوزعوا ألعاب فحياة كريمة بتستعد علشان توزع عدد كمان من الطروض الغذائية لدعم أكتر من 35 ألف مواطن في عدد من المحافظات مؤسسة حياة كريمة قامت خلال التسع أيام بقى في ديئة الحجة بتقوم بتشغيل عدد من مطابخ الخير لإنتاج حوالي ألف وجبة يوميا لتوزعها على دور المسنين الأكثر احتياجا فده كان برضو بيان مهم أنه حضراتكم تعرفوا حياة كريمة ماذا تفعل في هذا الشأن